بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائي الطلاب إلى درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية درسنا اليوم هو درس حفظ من سورة المنافقون من الآية السابعة حتى الآية الحادية عشرة بإذن الله تبارك وتعالى أعزائي الطلاب وكما تعودنا في بداية كل حصة لا بد لنا أن نتعرف على أهداف درسنا في هذه الحصة فيتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يتلو الآيات الكريمة من سورة المنافقون من الآية السابعة حتى الحادية عشرة تلاوة سليمة مجودة ثانيا أن يستنبط الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات الكريمة ثالثا أن يحفظ الآيات الكريمة من سورة المنافقون من الآية السابعة حتى الحادية عشرة حفظا متقنا أحبائي كلنا عندما يتلو القرآن الكريم لا بد له أن يتحلى ببعض الآداب والتي يسميها العلماء آداب تلاوة القرآن الكريم ومن هذه الآداب التي على المسلم أن يحافظ عليها عند تلاوته للقرآن الكريم الوضوء قبل أن يتلو القرآن الكريم وهذا هو الأفضل ليكون المسلم في أحسن صورة وهيئة وهو يتلو كلام ربه عز وجل وإذا مرت به آية سجدة سجد لله تعالى وهو متوضع وهناك آداب كثيرة جدا لتلاوة القرآن الكريم أريد منكم الآن أن تفكروا وأن تذكروا لي أدبا آخر من آداب تلاوة القرآن الكريم فكر جيدا ثم شارك معي من يذكر لي أدبا آخر من آداب تلاوة القرآن الكريم الكثيرة أحسنت الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند البدء بالتلاوة فلا يبدأ القارئ بتلاوة القرآن مباشرة دون أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نبدأ بالتلاوة أعزاء الطلاب إليكم بعض المعلومات عن الآيات التي سنحفظها بإذن الله تعالى فهي من سورة المنافقون وهي سورة مدنية أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة عدد آياتها 11 آية تناولت الآيات القرآنية الكريمة صنائع المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الخداع والقول الباطي والاتهام بدون وجه حق ثم نهى الله تعالى عباده عن الانشغال عن ذكره سبحانه وحسهم على الإنفاق في طاعته والآن أحباء ننتقل إلى الهدف الأول في هذه الحصة وهو أن يتلو الطالب الآيات الكريمة من سورة المنافقون من الآية السابعة حتى الحادية عشرة تلاوة سليمة مجودة وكما في كل مرة أطلب منك عزيز الطالب فتح كتابك المدرسي على الصفحة التاسعة والثمانين وكما ذكرت في بداية الحصة هل أنت على وضوء؟ هل طبقت أدبا من آداب التلاوة وتوضأت وتهيأت لأن تتلو الآيات الكريمة؟ أرجو أنك فعلت ذلك وأنت بالفعل قد فعلت ذلك فأنت الآن على وضوء الآن افتح كتابك لنتلو الآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وننتقل الآن إلى هدفنا الثاني في هذه الحصة وهو أن يستنبط الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات الكريمة يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات متحدثا عن المنافقين وصفتهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى ينفضوا أي كي يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي لا تعطوهم من الأموال حتى يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم فيرد الله عز وجل عليهم بقوله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون فالمال والرزق بيد الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله عز وجل أيضا عن صفة لهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يقصدون بالأعز هنا الأشد والأقوى أي هم الأشد والأقوى يقصدون أنفسهم أي المنافقون هم الأقوى ويقصدون بالأذل أي الأضعف والأهون ويعنون بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون فيرد الله عز وجل أيضا على هذه التهمة وهذه الإشاعة الباطلة بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أي الغلبة والقهر والقوة إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى وليست للمنافقين في شيء ولكن المنافقين لا يعلمون ثم ينتقل الحديث في هذه الآيات عن أمر المؤمنين بذكر الله عز وجل وعدم التلهي بالأموال والأولاد فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي عن عبادته وطاعته ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب لو لا أخرتني هل لا أمهلتني وأخرت أجلي إذا جاء أجل الإنسان فإنه لا يستقدم ساعة ولا يستأخر ترجمة نانسي قنقر شكرا والآن بعد أن فهمنا معاني المفردات التي مرت معنا في الآية الكريمة ما رأيكم أن نختبر أنفسنا بفهم أو مدى استيعابنا لبعض معاني التي مرت معنا من المفردات فما معنى حتى ينفضوا؟ اختبر نفسك هل تذكرت ما معنى حتى ينفضوا؟ أحسنت بارك الله بك أي كي يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما معنى الأعز؟ أحسنت الأشد والأقوى يغصدون أنفسهم وما معنى الأذل؟ فكر جيدا أي الأضعف والأهون يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لو لا أخرتني بارك الله بك أي هل لا أمهلتني وأخرت أجلي جزاكم الله خير أعزائي الطلاب لننتقل الآن إلى الهدف الثالث في هذه الحصة هدفنا الثالث في هذه الحصة أن يحفظ الطالب الآيات الكريمة من سورة المنافقون من الآية السابعة حتى الآية الحادية عشرة حفظا متقنا أحبائي بعد أن انتهينا من تلاوة الآيات وتبين لنا معاني المفردات التي فيها لا بد لنا أن نبدأ بالحفظ وإليك هذه الطريقة وهي تعينك بإذن الله تعالى على الحفظ وهي أن تستمع إلى الآيات مرة أخرى ثم تحاول أن تجزئ الآية الواحدة إلى عدة أجزاء مثلا الآية التي أمامك هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا قف هنا وحاول أن تعيدها مرة وأخرى وأخرى حتى تتقن حفظها غيبا ثم تبدأ بالتي بعدها ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهم كررها أيضا حتى تحفظها ثم تعود وتصل أول الآية بآخرها وتقرؤها غيبا وبعدها تحاول أن تكتب هذه الآيات على ورقة فإن استطعت كتابتها فأنت تكون عندها قد حفظت هذه الآية فتنتقل إلى الآية التي تليها وتفعل بها كما فعلت بالآية الأولى حتى تأتي إلى نهاية السورة وتكون بذلك قد حفظتها بإذن الله سبحانه وتعالى وفي ختام حفظك لهذه الآيات حاول أن تكتبها من أولها إلى آخرها فتح الله عليك واستعم بالله ولا تعجز والآن أطلب منكم أن تجيبوا عن النشاط الآتي في كتابكم المدرسي بعد حفظك الآيات الكريمة أكتب ما يدل على المعاني الآتية الأموال والأولاد قد تسبب الغفلة عن مراقبة الله تعالى وطاعته أحسنت أكتب الجواب الحرص على حسن الخاتمة أحسنت بارك الله بك وفي نهاية هذه الحصة أدعوك لأن تجيب عن المطلوب في كتابك من خلال حفظك أكتب الآيات الكريمة من سورة المنافقون الآيات التي حفظتها حاول أن تنسخها من ذاكرتك ومن حفظك وضعها أمامك في الكتاب وبعد أن تنتهي حاول أن تصحح بيدك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته